اشتركوا في القناة سحب كانت مرفوقة بخلايا رعدية في المناطق الغربية خاصة بعد ظهور بالنسبة للليلة ان شاء الله السحب تكون قليلة في اغلب الجهية تكون اكثر كفافة في المناطق الغربية الرياح من القطاع الشمالي في الشمال من القطاع الشرقي في الوسط والجنوب تكون ضعيفة فمعتاد لعامة تجم تتجاوز 60 كم في الساعة اثناء السحب الرعدية البحر يكون قليل اثرة في كافة المجالات ودرجات الحراءة ليلا في ارتفاع تكون تراوحة بين الـ 24 و 29 درجة في الشمال والوسط وفي الجنوب تكون تراوحة بين الـ 27 و 32 درجة وتبلغ حتى الـ 35 درجة في اقصى الجنوب نتعدى غدوة السحب تكون قليلة في اغلب الجهات لكن تقص بش يكون حار وحار جدا السحب تتكثف تدريجيا بعد الظهور في المناطق الغربية ترفقها حتى خلايا رعدية وبعث الامطار يجوا نشوفوا درجات الحرارة مع بعضنا غدوة 33 في قليبيا 35 في نيبل 39 في تونس الكبرى 38 في بنزارت 43 في باجا 29 في تبرقة حرارة عالية في جندوبة 44 درجة يوم الغد أقل شوية في الكيف وتالة 42 و 40 درجة 43 في سليانة 41 في زغوان سوسة 37 أخف في المونستير والمهدية 34 و 35 درجة أخف في سفيقص وقرقنا 32 درجة يوم الغد 43 بالوسط في القيروان 37 في القاسرين 42 في سيدي بوزي 43 في غافصة 33 في قيبس غدوة نوصلة حتى 45 درجة في توزر 44 في كبلي وفي مناطق الجنوب الشرقي يزير جربة متوقعينها بشتكون في حدود 37 درجة 42 في مدنيم و 41 في كل منتطوين وارمادة بالنسبة للملاحة والسيد البحري يوم الغد في سيرات وخليج تونس رياح بشتكون من القطاع الشرقي سوعتها في سيرات بين 15 و 25 عقدة والبحر يكون مثرب فمتموج في خليج تونس سوعتها بشتكون من الخمسة وال 15 عقدة تتقاوى بعد الظهر بين 15 و 25 عقدة والبحر يكون قليل اثيراب ويصبح مثرب في الشابة وخليج الحمامات الرياح بشتكون من القطاع الجنوب غدوة سوعتها في خليج الحمامات بين الخمسة وال 15 عقدة تتقاوى بعد الظهر بين 15 و 20 عقدة تصل مؤقتا لل 25 عقدة والبحر يكون قليل اثيراب ويصبح مضطرب وسرعتها في الشابة بين 5 و 15 عقدة تتقوى بعد الظهر بين 15 و 20 عقدة البحر يكون قليل الاثراب الرياح وغدوة من القطاع الشرقي في خاليج جابس سرعتها أيضا من 15 و 15 عقدة تتقوى بعد الظهر بين 15 و 20 عقدة والبحر أيضا يكون قليل الاثراب درجة الحرافة بعد منذ العربية والأجنبية غدوة سحب عابرة في نكشات 27 درجة 26 في الدالبيضاء سماء صافية 29 درجة في الجزائر 32 في ترابلس 42 في الخرطوم 37 في القاهرة في البقاء المقدسة متوقعين غدوة 44 في المدينة 43 في مكة 39 في الدوحة 38 في أبوظبي 35 في مسقط 43 في كويت وفي بغداد 36 في دمشق 28 في بيروت 30 في القدس الشريف 31 في أستنبول أبعد شوية في أوروبا غدوة العنوان بشيكون الأمتار غدوة 33 درجة في روما 29 في فيانا أمتار في بيرلين في أمستردام في بروكسل 21 درجة 26 في بيرليز 21 في لندن 28 في مارسيليا 30 في جناف 35 في مدريد و27 في لاشبول تطورات الجوية للأيام القليلة القليلة المقبلة يوم الخميس الدقس بيش يكون صافي إلى قليل السحب الريح بيش تكون من القطاع الشمالي في الشمال من القطاع الشرقي في الوسط والجنوب بيش تكون ثعيفة فمعتاد العامتان البحر يكون متموش فمثرب في الشمال قليل اثراب في بقية سواحل درجة الحرارة ممكن في انخيفة الثفيف تكون متراحة إن شاء الله بين 29 و 35 درجة في المناطق السحيلية تبقى بين 40 و 44 درجة في الوسط و في الجنوب وتوصل حتى لل 46 في أقصى الجنوب نتعدى اليوم الجمعة يوم الجمعة استقرار نسبي في الحالة الجوية الريح تبقى من القطاع الشمالي في الشمال من القطاع الشرقي في الوسط والجنوب الريح تتقاوى شوية البحر يكون مثرب في الشمال قليل اثراب فمثرب بالوسط والجنوب ودرجات الحرارة في استقرار نسبي أو تزيد تخف شوية وقات الشروق والغروب بالنسبة الغدوة وغدوة الشروق إن شاء الله على الساعة الخامسة واربع دقائق والغروب على الساعة السابعة وثلاثة واربعين دقيقة المزيد من المعلومات والإرشادات بجمونات تصلوا بنا رقم موزع الصوتي عفوا ثمانية وثمانين واربعين أربع صفار تخليه رسالة قصيرة على خمس وثمانين ويخوز وثمانين وإلى الزوانة وموقع اللواء بتخيله بلوفي بوان ميتين وبوانتين وفوق أوقات الصالة غدوة صالة الصبح إن شاء الله على الساعة الثالثة واثناشم دقيقة الظهر منتصف النهار وثلاثين دقيقة على الساعة الرابعة بعد الزوان وخمسناشم دقيقة المغرب على الساعة السابعة وخمس واربعين دقيقة وإخوان وإن شاء الله العشاء على الساعة التاسعة واربع وثلاثين دقيقة عزيزي المشاهدين شكرا حتى المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء